الحدود بين المغرب والجزائر وإثر عملية تتبع ومراقبة لبعض المشتبه في تورطهم في عمليات للتهريب والجريم المنظمة ألقت مصالح الشرطة القضائية والولائية لمدينة وجدة القبضة على سبعة أفراد داخل سيارة قادمة من الجزائر بطريقة غير شرعية قامت المصلحة الولائية الشرطة القضائية بتنسيق مع مصلحة الأم العمومي والمصلحة الولائية لإستعلامة العامة بتفكيك شبكة متضامة وتخصيصها بالتعريب الدولي المخديرات وتم يلقى القرض على سبعة أفراد من هذه الشبكة وحز تسعة واربعين كيغرام من مخدير الشرق شاحنة تحمل صفائح مع دنيا ترقيم جزائري العبحات والتحريات متواصلة تحت إشرف سيد الوكيل العام للمالك والسيد وكيل المالك بهدف العمالي على إيقاف كل شخص له علاقة بالشبكة المذكورة المتهمون أحيلوا على الضابطة القضائية من أجل استكمال البحث وتتبع مختلف القيود التي تقود إلى تفكيك عصابات أخرى تنشط في مجال التهريب والجريمة المنظمة وقد قامت مصالح شرطة القضائية منذ فاتح يناير من السنة الجارية من حجز حوالي أربعمائة كيلوغرام من المواد المهربة قيمتها الإجمالية تقدر بأربعمائة مليون سنتين